بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على خاتم النبيين إذن عزيزي التلميذ عزيزي التلميذات اليوم نبقى مع عناصر الإجابة وسلم التنقيط لامتحان الذي كنت قد وضعته سابقا الامتحان الجهوي للباكالوريا يعني للسنة الأولى باكالوريا في جميع الشعب يعني هذا الامتحان يخص جميع الشعب مادة التربية الإسلامية المعامل إثنان ومدة الإنجاز ساعة ونصف إذن الآن سوف نرى عناصر الإجابة إذن كما طلبت منكم سابقا أن تقوموا بإنجاز الامتحان في ورقة مستقلة يعني هذا يكون أفيد بالنسبة لكم لقد عرضت عليكم الامتحان بدون تصحيح لو أنكم فعلا أخذتم ورقة مستقلة وحاولتم الإجابة على الأسئلة يعني كان ذلك سوف يكون أفيد بالنسبة لكم يعني الآن سوف يعني أعرض عليكم عناصر الإجابة يعني الإجابة إذن السؤال ألف واحد ألف تحديد الموقف وتعليله إذن تحديد الموقف إذن ينبغي أن يعبر المترشح عن عدم الموافقة إذن عبد الله لم يوافق كان موقفه يعني تحديد الموقف يعني موقفك من رأي عبد الله هو عدم الموافقة عدم الموافقة التعليل يعلل تعليلا مناسبا منسجما مع تعاليم الإسلام وقيمه من مثل يعني مثل الأصل الأصل أن يعتمد أن يعتمد في شؤون العمران كل من العقل والوحي والعلم إذن بالأصل أنه في شؤون العمران يعني في شؤون الدنيا يعني أن يعتمد كل من العقل والعلم والوحي لأن الوحي يتضمن بيان المنهج السليم لتدبير الحياة الدنيا والفوز بالأخرى كذلك يحدد يحدد الوحي غايات إعمار الأرض وأسسه وقيمه مثل التوسط والاعتدال والإصلاح كذلك يتضمن الوحي كثيرا من المبادئ والعلوم الموجهة لعمارة الأرض والقيم الأساس المرشدة لسلوك الإنسان الإعماري إذن هذا هو التعليل التعليل يكون بهذه الطريقة يعني التعليل ينبغي أن يتضمن هذه الأمور يعني أن يتضمن هذه الأمور إذن هذا بالنسبة لسؤال 1 ألف سؤال 1 باء تحديد الموقف وتعليله إذن يعبر بالموافقة إذن الموقف ينبغي أن يكون بالموافقة التعليل يعلل تعليلا مناسبا منسجما مع تعاليم الإسلام وقيمه مثل عمارة الإنسان للأرض بلا إفساد لنفسه ولمن حوله لا يكون ولا يتحقق إلا بمنهج الوحي وقيمه وعلومه الفساد في الأرض ناتج عن كسب الإنسان وعمله الذي يخالف فيه منهج الوحي وقيمه يمكن أن يرد المترشح الآية 41 من سورة الروم التي يقول فيها الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم إذن الآية إذن طبعا هذه عناصر الإجابة يعني هذه الأمور التي ينبغي أن تكون في الجواب يعني هذه عناصر الإجابة طبعا كل واحد منكم ينبغي أن يجيب بأسلوبه الخاص هذه فقط عناصر الإجابة يعني ينبغي يعني الإجابة إجابتكم ينبغي أن تتكون من هذه الأمور يعني أو نسبة منها على الأقليصة بالضروة كلها يعني 50% من هذا العناصر إذا توفرت في إجابتك فهي إجابة صحيحة وتأخذ نقطة كاملة التي هي نصف نقطة المخصصة للتعليل إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني ألف ألف بيان بيان أن عمارة الأرض مهمة مهمات إذن بيان أن عمارة الأرض هي مهمة من مهمات الأنبياء البيان يربط المترشح في بيانه بين دعوة النبي للدين الحق وما فيه من توجيه وتسديد لعمارة الأرض من مثل رسالة الأنبياء إرشاد للعباد وهداية لهم لما فيه صلاحهم في دنياهم وأخرهم كذلك يرسخ الأنبياء عقدة التوحيد وشريعة الله الهادية إلى المنهج القويم لعمارة الأرض بالخير والعدل والصلاح يسعى الأنبياء إلى ربط مهمة العمران بأمانة الاستخلاف وبغاية عبادة الله وتوحيده كذلك تولى كثير من الأنبياء مهمة عمارة الأرض بأنفسهم مثل سيدنا يوسف وسيدنا داود وسليمان عليه السلام الاستدلال إذن هذا البيان الاستدلال من سورة يوسف يستدل المترشح بآية من سورة يوسف فيها إشارة واضحة لتقلده عليه السلام لمهمة العمران من مثل وقال الملك أثني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لذينا مكين نمين إذن الآية 54 من سورة يوسف كذلك قوله قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم الآية 55 من سورة يوسف كذلك وكذلك الآية الأخرى الآية 56 من سورة يوسف يقول في الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ليتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين إذن هذا الاستلال بالآيات إذن تستدلون بواحدة من هذه الآيات واضح إذن هذا الإفباء وصف الخطة الإعمارية لسيدنا يوسف عليه السلام وكتابة الآيتين إذن ينبغي أن يذكر المترشح ثلاثة من مكونات الخطة إذن الخطة فيها ثلاث مكونات إذن المكونة الأول استصلاح دؤوب وجاد للأراضي واستثمارها زراعيا في سنوات الرخاء السبع ادخار المحاصيل الزراعية بطريقة علمية في سنبوله لأنها تحفظه من التسوس ترشيد الاستهلاك والاقتصاد فيه في سنوات الرخاء توزيع المؤن بعدل واعتدال في السنين السبع العجف ثم تأمين احتياطه من البذور في سنوات الجفاف لاستعمالها لاحقا إذن كذلك كتابت الآيتين من صورة يوسف التي تتضمن خطته الإعمارية إذن هي الآيتين سبع واربعين وثمانية واربعين من صورة يوسف يقول في الله عز وجل قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قليلا مما تاكلون ثم ياثي من بعد ذلك ذلك سبع شداد يا كنما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون إذن هذه هي الآيات الكريمات يعني التي تتضمن خطة سيدنا يوسف الإعمارية إذن نبقى دائما مع السؤال الثاني جيم السؤال الثاني جيم يعني توضيح علاقة عمارة الأرض بالإيمان إذن ينبغي أن يشير المترشح في توضيحه إلى بعض مما يأتي إذن علاقة تكامل وترابط لأن الإيمان أساس العمران والعمران من مقتضايا الإيمان أمانة الاستخلاف أساس عمارة الأرض وعبادة الله غايتها إذن هذا السؤال ثم السؤال ثلاثة ألف تعبئة الجدول من جوانب كفاءة سيدنا يوسف عليه السلام كما قلنا الحكمة والعلم إذن ما هو الدليل من سورة يوسف إذن دليل سورة يوسفه الآية 22 وفيها قوله تعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ثم كذلك الجانب الآخر ظهور إحسانه بين الناس وثقتهم به والدليل من سورة يوسف لدينا آيتان يمكن أن يعتبران ذليلان أي واحد فيهما وضعتهما فتكون النقطة كاملة إذن قوله تعالى في الآية 36 من سورة يوسف نَبِّئْنَا بِثَاوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وكذلك قوله تعالى قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَاً شَيْخًا كَبِيرًا فَخُدَ حَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ إذن هذه الآية 89 من سورة يوسف ثم القول يعني قول الله تعالى قَالَتِ مَرَأَةُ الْعَزِيزِ لَا نَحَسْحَسَ الْحَقَّ إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ إذن تدل على الصدق والعفة والأمانة الصدق والعفة والأمانة إذن هذا بالنسبة لتعبئات الجدول ننتقل الآن إلى ثالثة ذا تعريف مفهوم الاستحقاق إذن ما هو الاستحقاق؟ إذن الاستحقاق ينبغي أن يسوغ المترشح تعريفا يتضمن العناصر الرئيسية الآتية إذن الاستحقاق يتكون من ثلاثة عناصر أساسية إذن بإمكانك أن تسوغ يعني مفهوم الاستحقاق بطريقتك الخاصة على أن يكون فيه ثلاثة عناصر العنصر الأول ثبوت وجوب حق في الأمر إذن هذا هو الاستحقاق أن يكون هناك حق في أمر ما إذن ثبوت وجوب حق في أمر هذا العنصر الأول العنصر الثاني ظهور الأولى بالأمر والأحق به يعني ظهور الأولى بالأمر والأحق به ثالثا لجدارته وكفاءته واستفائه لاستفائه الشروط والمعايير إذن هذا أيضا يعني من عنصر ثالث للاستحقاق يعني الجدارة والكفاءة واستفاء الشروط والمعايير إذن كمثال للتعريف إذن هنا نعطيكم مثال للتعريف إذن نقول تبوت أهلية وجدارة المكلف بمهمة أو مسئولية وأحقيته لتوفر الشروط ومعايير الكفاءة فيه حق الأولى والأجدر في تولي أمر أو طلب ذلك لكفاءته واستفائه الشروط والمعايير إذن هذا التعريف مثلا يعني فيه تضمن العناصر الثلاثة السابقة إذن هذا مثال للتعريف بإمكانكم حفظه إذن هذا سؤال الثالث ثم رابعا رابعا ألف أثر العفة والحياة في تحصين المجتمع يعني المطلوب منكم فقط أثران لكن طبعا تستطيعون أن تذكروا يذكر المترشح أثرين من بين الآثار التالية إذن كما تلاحظون هناك مجموعة كبيرة من الآثار الآثار الأول تحصين المجتمع من الفواحش الظاهرة إذن المجتمع يتحصن من الفواحش الظاهرة مثل الزنا والقدف والتحرش والاغتصاب كذلك تحصين المجتمع من الفواحش الباطنة مثل الكبر والعجب وحب الرئاسة والحسد ثالثا انتشار الاستقامة والصدق والفتوى والشهامة والتضحية والمسؤولية في المجتمع كذلك أيضا تلتا تحقيق استقرار المجتمع وضمان أمن الأسرة وحفظ كرامته ثم التداول الاجتماعي لقيم العفاف والشرف والتسطر وعدم المجاهرة بالمعاصي والغيرة على محارم الله إذن كل هذه من آتار العفة والحياة في تحصين المجتمع إذن باء رابعا مظاهر الحياة عند سيدنا يوسف وعند عثمان عليه السلام سيدنا يوسف عليه السلام وعثمان رضي الله عنه يذكر المترشح مظهرا واحدا من مظاهر الحياة عند سيدنا يوسف من بين الآتي إذن هناك مظاهر كثيرة أطلب منكم أن تذكروا مظهرا واحدا إذن حياؤه من الله الذي أولثه عفة واستعصاما في مواجهة إغراء امرأة العزيز والنسوة كذلك حياؤه الذي جعله يرعى ويحفظ شرف العزيز وعرضه كذلك حياؤه الذي جعله يعرض عن التشهير بالعزيز ومرأته ويسترهما ثم حياؤه من إخوته أثناء اعتذارهم وتلطفه في معاتبتهم وإكرامه لهم على إساءتهم له إذن هذه مظاهر حياؤه المطلوب منكم أن تذكروا مظهرا واحدا من مظاهر حياء سيدنا يوسف عليه السلام إذن هذا بالنسبة لحياء سيدنا يوسف عليه السلام الآن حياء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إذن ينبغي أن يذكر المترشح مظهرا واحدا فقط مظهرا واحدا من حيائه أولا حياؤه رضي الله عنه حياؤه رضي الله عنه يعني مع منعه من الزنا في الجاهلية إذن حياؤه كما رأيتم في الدرس حياؤه رضي الله عنه أنه لم يسبق له أنزناء في الجاهلية كذلك حياؤه رضي الله عنه من شدة حيائه لا يكشف جسده وهو يقيم صلبه أثناء الاستحمام كذلك من شدة حيائه استحياء الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم منه وكذلك من شدة حيائه كان وهو الفصيح يهاب الكلام لا عن عجز ولا يعني عن عي بمعنى أنه لا يستطيع الكلام وإنما من شدة حيائه إذن هذا يعني ينبغي أن تكتبوا مظهرا واحدا من حياء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعرضاه إذن هذا بالنسبة للباء رابعا كل هذه الإجابات بالنسبة للسؤال للباء رابعا ثم جيم رابعا تعريف مفهوم الحياء إذن تعريف مفهوم الحياء ينبغي أن يسوقها المترشح تعريفا يتضمن العناصر الأساسية التالية إذن كذلك أيضا مفهوم الحياء فيه ثلاثة عناصر العنصر الأول فزع وانقباض النفس عن فعل ما يذم شرعا وعرفا يعني أن النفس تنقبض وترفض أن تقوم بفعل ما مدموم شرعا وعرفا ثانيا إجلالا لنظر الله تعالى وتعظيما له يعني تعظيما لمراقبة الله تعالى للإنسان الذي فيه حياء ثالثا الخشية من الله تعالى والهيبة منه جل وعلا إذن كل هذه العناصر ينبغي أن تتضمن التعريف الحياء يعني تستطيعون أن تسوقوا تعريفا يعني تعريفا بشكل خاص يعني بصيغتكم الخاصة لكن بشرط أن يتضمن هذه العناصر إذن مثال للتعريف مثال للتعريف يمكن أن نقول انقباض النفس عن القبائح إجلالا لنظر الله تعالى وتعظيما له وهيبة منه إذن هذا تعريف تعريف آخر فزع وانقباض النفس عن فعل ما يذم شرعا وعرفا تعظيما لله تعالى وهيبة منه وإجلالا لنظره جل وعلا إذن هذا تعريفاني يعني كمثال يعني بإمكانكم أن تحفظوا أحد التعريف وتستخدموه أو تقوموا بوضع تعريف من يعني تعريف بأسلوبكم الخاص على أن يحترم العناصر الأساسية إذن هذا من ناحية إذن هذا جواب على السؤال جيم رابعا جيم ثم لدينا رابعا دال رابعا دال إذن إبراز الجواب على رابعا دال يعني هو إبراز علاقة الوفاء بالأمانة والمسؤولية بحقوق الله تعالى مع الاستدلال كذلك إبراز علاقة الوفاء بالأمانة والمسؤولية بحقوق الله تعالى إذن هنا يشير المترشح إلى بعض من المعاني الآتية إذن ينبغي أن يشير المترشح في جوابه إلى أحد هذه المعاني الأمانات والمسؤوليات حقوق الغير الأمانات والمسؤوليات هي حقوق الغير والله أمرنا بالوفاء بها وبذلك تصبح حقوقا لله تعالى إذن بما أن الله تعالى أمرنا بأن نستوفي حقوق الغير إذن هنا ماذا أصبحت؟ أصبحت حقوقا لله تعالى كذلك كل تكليف في عنق المؤمن أو أمانة عنده يحاسبه الله تعالى عليها باعتبارها حقا من حقوقه إذن حقوق الناس ستتحول بهذه الطريقة إلى حق من حقوق الله تعالى إذن هذا بالنسبة كذلك أيضا يعني كإضافة أيضا حفظ الأمانات وأداء المسؤوليات رعاية لحق الله تعالى الآمر بها إذن الله تعالى هو الآمر بهذه الأمور الآمر بها والمحاسب عليها الله تعالى يحاسب على هذه الأمور يعني حقوق الغير يحاسب عليها الله تعالى وكذلك الغير أيضا غدا يوم القيامة أمام الله تعالى إذن الغير لا يسامح في حقه إطلاقا ومطلقا لماذا؟ لأنه فرصة للغير أن يكتسب حسنات أو أن يضع سيئاته عليك إذن الغير لا يسامح في حقه بينما الله عز وجل قد يسامح في حقوقه إذن الغير لا يسامح في حقه إذن كذلك تضيع الأمانات والمسؤوليات انتهاك لحدود الله تعالى إذن تضيع الأمانات والمسؤوليات هو انتهاك لحدود الله وحقه في الطاعة والعبادة كذلك أيضا الأمانات والمسؤوليات التي يكلف بها الإنسان متفرعة عن أمانة الاستخلاف التي هي حق الله تعالى إذن الأمانات والمسؤوليات هي متفرعة عن أمانة الاستخلاف يعني الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يعني هذه أمانة الخلافة على الأرض هي أمانة وهذه أمانة الله تعالى التي هي حق الله تعالى إذن هذه أمانة الاستخلاف التي هي حق من حقوق الله تعالى إذن هذه كلها هذه كل هذه الإجابات يعني إذا أشار المترشح إلى أحد هذه المعاني فتعتبر إجابته صحيحة إذن ننتقل إلى السؤال الخامس إذن خامسا ألف توظيف السند الأول في تحديد الآيات الدالة على البراهين الواردة في دعوة يوسف عليه السلام إذن البرهان الوارد في دعوة يوسف عليه السلام مثلا البرهان العلمي يعني يكتفى بآية واحدة البرهان العلمي إذن قوله تعالى واتبع ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء إذن هذه آية وكذلك تستطيعون أن تستدلوا بالآية الأخرى قوله تعالى وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إذن هذه الآية الثانية إذن هذا البرهان العلمي ثم البرهان المنطقي أيضا الآية التي تدل على البرهان المنطقي هي قوله تعالى يا صاحبي السجن يا عربا والمتفرقون خير أم الله الواحد القهار إذن هذه الآية هي واردة في السند إذن هذا الجدول الجدول ألف خمسة ثم السؤال باء خمسة إذن كيف يرسخ المنهج الفلسفي الموضوعي الإيمان وعقيدة التوحيد إذن ينبغي أن يشير المترشح في بيانه إلى بعض من الآتي أولا المنهج الفلسفي الموضوعي إذن يرسخ الإيمان الفطري ويقويه من خلال اعتماد بصائر العقل الراشد للجميع بين آيات الكتاب المصطور وآيات الكتاب المنظور الكتاب المصطور هو القرآن الكريم والكتاب المنظور ما هو الكتاب المنظور؟ الكتاب المنظور هو الكون النظر في الكون وكذلك النظر في الخلق انظروا إلينا كيف خلقنا هذا هو الكتاب المنظور والكتاب المنظور والكتاب المنظور هو الكون والخلق إذن كذلك يرتقي بالإيمان من مجرد الاتباع والتقليد إلى مرتبة العلم والمعرفة الحق إذن أيضا كذلك يساعد في التواصل إلى بعض حقائق الإيمان بالعقل النظري الواسع التي تزيد الإيمان رسوخا ثم أيضا يساعد في تحصيل الفهم النسقي الناظم للوجود والمصير والعلم التكامل الراسخ إذن هذا خامسا باء ثم لدينا خامسا جيم بيان مواصفات الفلسفة الراشدة هي الفلسفة التي تجمع بين حقائق الغيب القطعية وقواعد الدين الأساسية ونتائج العلوم الحقة وخلاصات النظر الإنساني الحكيم هي الفلسفة التي تهتدي بنور الوحي وتسترشد بعلومه وقيمه هي الفلسفة التي تعتمد العقل المسدد بالوحي ولا تكتفي بالعقل المجرد إذن هذه هي مواصفات الفلسفة الراشدة فلسفة الراشدة هي الفلسفة التي تجمع بين حقائق الغيب القطعية وقواعد الدين الأساسية ونتائج العلوم الحقة وخلاصات النظر الإنساني الحكيم وهي كذلك الفلسفة التي تهتدي بنور الوحي وتسترشد بعلومه وقيمه وهي أيضا الفلسفة التي تعتمد العقل المسدد بالوحي لماذا عقل مسدد بالوحي؟ لأن العقل قاصر العقل قاصر يعني قدرته محدودة محدودة جدا يعني يستطيع أن تكون له إنجازات لكن يبقى محدودة وبالتالي لكي لا يزيغ ينبغي أن يكون مسددا بالوحي إذن ولا تكتفي بالعقل المجرد العقل المجرد يبقى مجردا إذن العقل المجرد ليس له هدف موضوعي يكون هدفه مجردا وخاليا من الموضوعية وإذا لم يسدد بالوحي العقل المجرد سوف يذهب بنا إلى الهاوية وإلى الهلك العقل المجرد أنتج لنا القنبلة النووية إذن العقل ينبغي أن يكون دائما مسددا بالوحي ومؤطرا بالوحي وإلا فسيجرنا إلى الهاوية إذن هذا خامسا جيم سؤال السادس ألف سادسا ألف استخلص قضية السند الثاني يعبر المترشح عن القضية بما يشير إلى بعض من الآتي حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة التفاوض مع قريش حول بنود اتفاقية صلح الحديبية مرونته التفاوضية عليه السلام المتمثلة في تساهله في القضايا الفرعية والشكلية وحرصه على القضايا الأساسية مثل السلم والأمن كذلك مفاوضته عليه السلام لسهيل بن عمرو وتجاوزه عن الشكليات التي لا تؤثر في التوابث إذن نبغي عليكم أن تذكروا هذه الأمور إذن هذا ألف سادسا با التمييز بين التشاور والتفاوض إذن يشير المترشح إلى بعض الفروق بين التشاور والتفاوض الآتية إذن التفاوض يكون في حالة التنازع والخلاف بينما التشاور يكون في حالة طلب الرأي والنصح والسداد في الموقف التفاوض يكون بين الأطراف المتنازعة في موضوع النزاح بينما يكون التشاور بين المستشير ومن يعتبر في نظر المستشير من أهل العلم والخبرة والحكمة كذلك التفاوض يكون بغرض التوصل إلى اتفاق ينهي النزاح والتشاور يكون بغرض التوصل إلى رأي سديد وموقف رشيد إذن هذا هو الجواب عن التمييز بين التشاور والتفاوض يعني ينبغي أن تشير إلى هذه الأمور إذن هذا بالنسبة لسادسا با سادسا جيم تعبئة الجدول إذن لدينا جدول ينبغي أن نعبئه إذن الصبر ما يدل عليه في أحداث صلح الحديبية وفتح مكة إذن هناك إشارات كثيرة ينبغي أن تذكروا فقط واحدة يعني مثلا صبره صلى الله عليه وسلم على استفزازات المشركين وتعنتهم ومحاولتهم فرض شروطهم كذلك صبره صلى الله عليه وسلم على تبرم واستياء المسلمين من مضمون الصلح ثم صبره صلى الله عليه وسلم على تراخي وتباطئ المسلمين في تنفيذ أمره بالتحلل من العمر ثم كذلك صبره صلى الله عليه وسلم على محاولة سيدنا عمر رضي الله عنه يعني صبره على محاورة يعني كان سيدنا عمر كان شديدا في محاورته ورسول الله صلى الله عليه وسلم صبر على هذه المحاورة صبره على محاورة سيدنا عمر رضي الله عنه إذن هذا الصبر هذا من نسبة للصبر الشورى إذن ما هي الأحداث التي تدل على الشورى إذن هي تشاوره صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في بيعة الردوان إذن تشاور مع المسلمين في بيعة الردوان كذلك تشاوره مع أم سلمة في قضية تلك الصحابة في التحلل من الإحرام إذن تشاور مع أم سلمة وهي من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أمهات المؤمنين إذن تشاور معها في هذه القضية وهذا يشير على التشاور مع يعني أن الزوج ينبغي أن يتشاور مع زوجته إذن هذا الشورى يعني هذه من قيم الشورى يعني هذه الحادثة تدل على الشورى ثم لدينا هنا حدثان والقيم المستفادة منهما إذن حدث تأكد تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بأنه سيعتمر بقوله فإنك آتيه ومطوف به يعني يقصد البيت الحرام إذن هنا القيم المستفادة من هذا يعني من هذا الحدث هو اليقين بوعد الله تعالى اليقين بوعد الله تعالى إذن لم يحصل ذلك ذلك العام فسيحصل في العام المقبل إذن اليقين بوعد الله تعالى الإنسان يكون عنده يقين ثم الحدث التزام المسلمين بما ورد في معاهدة صلح إذن المسلمين التزموا بما ورد في معاهدة صلح القيم المستفادة من هذا الحدث هو الوفاء الوفاء إذن هذه القيمة المستفدة من هذا الحدث أخيرا السؤال الأخير مناقشة الرأي وهو السؤال السابع مناقشة الرأي الذي يرى أن العفوة والتسامح يعكسان ضعفا في الشخصية وعزا على الاقتصاص من المسيء إذن ينبغي على المترشح يعني يعبر المترشح في ثلاثة أسطر على الأقل يعني في الحاجز الموضوع الحيز الموضوع الحيز الموضوع يعني فيه ثلاثة أسطر إلى أربعة أسطر إذن ينبغي تعبيره أن يتكون مما يلي تخطئه وتحفظه على هذا الرأي يعني ينبغي أن يخطئ هذا الرأي ويتحفظ عليه كذلك بيان أن العفو يكون عند المقدرة إذن يبين المترشح بأن العفو يكون عند المقدرة ثم كذلك بيان أن العفو والتسامح خلقاني كريماني يدلاني على قوة الشخصية وكرم النفس وسموها ثم أيضا أخيرا الإشارة إلى ترغيب الإسلام في العفو والتسامح والاستدلال على ذلك بنصوص شرعية مناسبة يمكن أن يستدل المترشح بنمادج لعفو الأنبياء وتسامحهم إذن بهذا نكون قد أنجزنا مختلف الأسئلة المرتبطة بهذا الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا إذن كما تلاحظون قمنا بإنجاز هذا الامتحان في أقل من نصف ساعة أقل من نصف ساعة كانت كافية لإنجاز الامتحان إذن فطبعا مدة الإنجاز في الواقعية ساعة ونصف إذن خذوا مهلكم أثناء الامتحان بالنسبة لعملية المراجعة هنا وعملية التدرب على الامتحان حتى في عملية التدرب على الامتحان يعني خذوا وقتكم لديكم ساعة ونصف يعني يستحسن أن التلميذ أحيانا هناك بعض التلاميذ يخرجون قبل الوقت يعني يستحسن الإنسان أن يبقى عندما ينجز امتحانه أن يبقى ويراجع ما كتبه يعني أحيانا قد تكون بعض هناك بعض الأخطاء يصححها بعض الأمور التي يتذكرها يعني بإمكانه أن يكتبها أيضا إذن الإنسان يعني يستفيد من الوقت يستفيد من الوقت الممنوح له الذي هو ساعة ونصف إذن بهذا لكون قد أنجزنا هذا الامتحان الجهوي للباكالوريا للسنة الأولى باكالوريا الدورة العادية طبعا جميع الشعب والمسالك لمادات التربية الإسلامية إذن أرجو أن يكون هذا العرض مفيدا بالنسبة لكم أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي مع امتحان جهوي جديد شكرا شكرا شكرا